الملك حمد بن عيسى الخليفة حضرة صاحب الجلالة رعاه الله عن أخلص تهانيه بالنجاح الذي تحقق بفضل من الله سبحانه وتعالى والجهود الكبيرة والرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين رعاه الله وحكومته الرشيدة ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات والجهات المعنية التي سخرت كل جهودها وطاقاتها على مدار الساعة بتنظيم شعيرة الحج وإنجاحها وخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم مما أسهم في تأدية مناسك حجهم بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة وأشهد جلالته بأعمال التوسع المستمرة التي يشهدها الحرم المكي الشريف وما تم استحداثه من خدمات مميزة وتقنيات ذكية حديثة ومتطورة في كافة المنافذ والمرافق والمشاعر المقدسة التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء مناسكهم والتيها دائما محل إشادة وثناء وتقدير من الجميع داعيا جلالته المولى عز وجل أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم وطاعتهم وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه موفور صحة والعافية والعمر المديد وينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء والاستقرار والأمن والأمان تحت قيادته الحكيمة وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ترجمة نانسي قنقر